يعني بداياتا كده قبل ما ندخل اي دخلة فلسفية الناس منتظرة انها تسمع من حضرتك تقييمك لما حدث الخميس والجمعة على مستوى سيناء يمكن دي اللي حدث ان في عبوة كانت مزروعة في احد الطرق او خط سير وتحرك عناصر قبل نقوات مسلحة استهدفة هذه العبوة الموجودة في احد المسارات مركبة فيها عشرة من العناصر قط مسلحة ضابط وضابط صف وتماني من مجندية ارتقوا الى السماء واستشهدوا نتيجة انفجار العبوة في المركبة دي وده كان يعني الاجراء اللي حصل استدبعوا حركة نشطة من عناصر قط مسلحة في كافة التخصصات المختلفة حتى يقدروا يحققوا ويوصلوا للمرتكب هذه الحادثة والحمد لله يعني ممكن ببعض المعلومات جابت استهداف بعنصرين نشطين وممكن متحسل العسكري القطة الرسمي القطة مسلحة كان اعلن هذا الكلام صراحة في بيهان لي وحدد هذه العناصر وتم استهدافها والقضاء عليها وده كانت نقطة من اجراءات متخذة قريبة ان شاء الله يولن عنها فيما يتعلق بكيفية القضاء على كل من تورطة في تنفيذ هذا العمل القاتم والجريمة التي استهدافت ابناء من ابناء قط مسلحة اشتركوا في القناة